عقد مؤتمر والاتحاد البرلماني الافريقي بريباط دورته السابعة وثلاثين دورة تميزت بانتخاب رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطلب العالمي رئيسا للجنة التنفيذية للاتحاد وذلك بإجماع كل البلدان المشاركة طلب العالمي اعتبر انتخابه دليل ثقة أخاوية غالية تضعها دول الاتحاد في المملكة المغربية والتي يقودها ملك شاب مخلص لجذوره الافريقية ومناضل من أجل المستقبل الافريقي التتويج المغربي بمؤتمر اتحاد البرلمانات الافريقية بريباط يقودنا إلى الانكباب على موضوع الدبلوماسي للبرلمانية ودورها في الدفاع عن القضايا الوطنية وتقييم أدائها مع محاولة معرفة التحديات المقبلة التي تنتظر هذا الملف نفتحه اليوم مع ضيف النشرة الدكتور الأستاذ محمد العمراني بخبزة المحلل السياسي أهلا بكم معنا أهلا بك ماذا سيد عبد الواحد الراضي ها هو رشيد طالب العالمي يحوز الثقة وهي ثقة كذلك مواجهة للمغرب أي مؤشرات لهذا التعيين أثنائي وفي الواقع أن دور البرلمان في المغرب عرفت تطورات ليس فقط على مستوى المقتضيات الدستورية التي منحته جملة من الاختصاصات الأساسية بل كذلك على مستوى الواقعي والعملي لماذا؟ لأن تطور أداء المؤسسات يجب أن يواكب تطور الأداء السياسي في الدولة طالما أننا نتحدث عن انتقال ديمقراطي نتحدث عن تحولات سياسية الكبرى في المغرب فلا يمكن أن يبقى البرلمان بمعزل عن هذه التحولات لذلك لا نستغرب إذا ما لاحظنا أن حضور المؤسسات الدستورية في المغرب على المستوى الخارجي ستكون في كل فترة أكثر لماذا؟ لأن المناخ العام داخل المغرب يسمح بذلك فربما في فترة كنا نعلم أن هناك خطوط وأن هناك ضوابط تحكم أداء الكثير من الفاعلين والمؤسسات الآن هناك انفتاح كبير في الحقل السياسي المغربي يسمح للفاعلين ككل لانخراط في كل القضايا الأساسية للدولة البرلمان لم يخرج عن هذه القاعدة العامة التي يعرفها المغرب لذلك فنحن نعلم أن المغرب يحتضي الكثير من اللقاءات العالمية المرتبطة بمجال العمل السياسي بالأساس وهذا ينم عن كون أن أطراف كثيرة في المستوى العالمي تعترف بأداء المؤسسات السياسية في المغرب ربما حتى إلى درجة أن في بعض الأحيان نصل إلى درجة بعض الأمور التي تظهر وأنها غريبة تحدثتم عن السعب الوحد الراضي الذي كان رئيسا للبرلمان العالمي الذي ظل رئيسا للبرلمان الدولي في اللحظة التي لم يعد فيها رئيسا للبرلمان وهذا يدل على كون أن التقى التي وضعت في الراضي ليست في شخصه ولكن لما يمثله من نموذج لأداء المؤسسات البرلمانية تتذكر معي ربما دكتور الدور الذي دعا له الملك محمد السادس في إحدى خطوبه عندما دعا البرلمانيين إلى المبادرة والقيام بمبادراته وليس فقط انتظار الرد فقط ثم في افتتاح السنة التشريعية هناك إشادة بالدور الذي قدمه هؤلاء النواب في الدفاع عن القضايا الكبرى المغربية ما أهمية هذه الإشادة؟ إذن هناك الأمر الذي يجب الاعتراف به وهو أن هناك انتقادات توجهة للبرلمان خاصة على مستوى الانتاج التشريعي إلى غير ذلك ولكن في نفس الوقت هناك اعتراف بأداء البرلمان على مستوى الديبلوماسية البرلمانية إذن هنا يجب أن نتأمل في هذا الواقع هناك انتقاد ولكن في نفس الوقت هناك اعتراف بمستوى الاداء هذا ناتج عن كون أن كما قلت في البداية أن التحولات الكبرى في المغرب بدأت تعطي اثمارها لماذا؟ لأن هناك بعض القضايا التي كان يحضر على بعض الأطراف نقاش فيها لأنها كانت تعتبر قضايا محسوبة على جهاز معين ولا يسمح للأطراف الأخرى أن تتناولها ملف خاص مثلا كالتحول العميق الذي حدث مثلا في ملف الوحدة الترابية فالملف لم يعد ملف الدولة المغربية بل أصبح ملف المجتمع المغربي بكل مكوناته وهذا التحول ليس تحولا بسيطا وهذا ما أعطى إمكانية التحرك بالنسبة للبرلمانيين في إطار الديبلوماسية البرلمانية فبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن إنجازات للديبلوماسية البرلمانية إذا لم يكن هناك مناخ عام يسمح بذلك إذا لم يكن هناك وعي بأن هناك مسؤولية ملقاة على البرلمانيين ليست فقط مسؤولية مرتبطة بالتشريع والمراقبة ومراقبة وتقييم السياسة العمومية بل كذلك أن هناك مسؤوليات أخرى إضافية يجب على البرلمانية القيام بها ولربما على رأسها إذا تبقى الديبلوماسية البرلمانية إذن نتحدث دائما عن الديبلوماسية الموازية والديبلوماسية البرلمانية هناك يجب أن نؤكد أنه عمل متواصل ومستمر ويتميز في حيين عدة بالاستباقية عندما نتحدث عن هذه التحديات التي تواجه البرلمانيين هل لنا أن نحددها هذه التحديات هي مرتبطة أولا بالديبلوماسية المغربية ككل لأن هناك الفاعل الأساسي الذي هو وزارة الخارجية وبالتالي أن هناك تحديد للخطوط العريضة للسياسة الخارجية للمغرب ويبقى أن لكل طرف ولكل فاعل دور أساسي في تفعيل هذه السياسة الخارجية للمغرب بالفعل المغرب له مقومات سياسة خارجية خاصة به يتميز بها وينفرد بها عن باقي الدول الأخرى وبالتالي أنه لا يمكن للفاعلين الآخرين في إطار ديبلوماسية الموازية الخروج عن هذه السياسة الخارجية للمغرب فمن بين هذه التحديات وهو كيف يترسم هذه السياسة الخارجية هل فقط جهة واحدة هي التي ترسم هذه السياسة أم يمكن لأطراف متعددة بما فيها البرلمان أن يساهم في رسم هذه السياسة الخارجية لاحظنا في السنوات الآخرة أن البرلمان أصبح فاعل أساسي في رسم هذه السياسة الخارجية الدليل على ذلك هو أن ما لحظناه في الدستور الحالي أن أصبحت المعاهدات الدولية تتطلب إقرار من قبل البرلمان كذلك أن البرلمان يضع أسئلة لاحظنا كيف مؤخرا كان هناك إحراج كبير لوزارة الخارجية من قبل البرلمانيين في حديثة إطلاق النار في الحدود مع الجزائر وهنا في إطار الأسئلة لم تعد أسئلة مرتبطة بالقضايا الداخلية بل هي مرتبطة بالسياسة الخارجية المنتهجة من قبل الدولة المغربية كذلك أن تنويع الإمكانية المتاحة للبرلمانيين أصبحت الآن كبيرة وكبيرة جدا إلى درجة أننا نتحدث عن دور أو في الفصل العاشر من الدستور المغربي خاصة المعارضة بدور أساسي في الدبلوماسية الموازية وهذا ينم عن كون أن هناك وعي حقيقي الآن يجب أن يتبلور لدى البرلمانيين وهنا ربما أتحدث عن ضرورة الحزم في التزكيات لانتخابات الشريعية المقبلة خاصة أن يجب أن نختار برلمانيين ليس فقط دورهم وهو تمثيل الأمة على المستوى الداخلي بل كذلك القيام بأدوار إضافية وعلى رأسها الدبلوماسية البرلمانية الدكتور محمد العمراني بخبزة شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات